السلام عليكم كانت منا تكونوا بالف خير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنحضر معكم سلو او اسفوف بطريقة تقليدية وسهلة التحضير وطريقة مختصرة بسم الله على بركة الله بالنسبة لطريقة التحضير فهي سهلة جدا عندنا هنا البنات خمسة كيلو ديال التقيق اللي هو محمر اه في الفران يعني وضعته في هذا الايناء كبير باش نقدر نخلط فيه جميع المكونات عندي هنا اه ثلاثة الملاعق كبار ديال النفع وحبة حلاوة غاضي انضيفهم يعني انتهو محمرين ومطحونين من بعد غاضي نحتاجو الجوج الملاعق كبار ديال القرفة وغاضي نضيف المكون التالت اللي هو اللوز مقلي اه في الزيت ومطحون يعني اه تقريبا 500 قرام من السكيلو ديال اللوز غاضي نضيفو هاد المكونات غاضي نحتاجو الكيلو ديال الكوكو المقلي اه في الزيت ومطحون اه بعد ما ضفت جنجلان غاضي نحتاجو يعني غاضي نضيفو اه كيلو ومكونات نصف ديال اللوز اللي هو اه بقشرة دياله فقط حمرته في الفران و اه طحنتو يعني ذاك النص اه الاخر اللي هو اقليته في الزيت يعني تقريبا بنسبة لخمسة كيلو ديال دقيق درنا له جوج كيلو ديال اه جوج كيلو ديال اللوز هنا غاضي نضيف جوج كيلو ديال زنجلان اللي هو اه محمر ومطحون حمرناه وطحناه في الفران غاضي نضيفه من بعد بنسبة لها جوج كيلو البنات غاضي نضيف واحدة واحدة الكيمية تقريبا واحدة واحدة كرام ديال زنجلان اللي هو ما مطحونش باش كيبا اه اه فسلو وهذا البنات زلفة زنجلان اللي هو محمر بتاهو غاضي نضيفه لهاته مكونات بهات الشكل وغاضي نخلطهم زيان غاضي نخلطهم اه مزيان باش اه ينسجموا مع بعضياتهم بها الطريقة من الاحسن استعملوا الغرباء كما كان يعني يكون متوفر عندكم في البيت يعني اه هذه الطريقة ديال امهاتينا يعني كي ياخدوه وكي يغربلوه بها الطريقة باش كي ينسجموا مع بعضياتهم ودوك الكويرات اللي كتكون في في سلو ما تكونش بهات الطريقة يعني كنغربلوه مزيان وهكذا كننكمل بنفس الطريقة تكندوز الخالط يعني كله من بعد كننضيف باقي المكونات بهات الطريقة كي يسهل عليكم انكم اه اه تقدوز له بطريقة اللي هي تقليدية يعني كي ما كتشاهدوا معاني البنات يعني كي يشكل واحد الكويرات فاش كتتخلطي جميع المكونات من الاحسن تلات طريقة باش كتتهنى يعني كل شي الخالط كي يكون مخلط ومساجم مع بعضياتهم من بعد كنضيفه اه الزيت النباتية بنسبة لهذه الزيت البنات اللي قلينا فيها اللوز يعني اه خمسمائة قرام ديال اللوز قليناها اللي قشناها وقليناها في الزيت وهو باش غاد نخلطه اه سلو وغاد نضيف هنا اه جيش كيلو ديال الزبدة المدابة غاد نضيفها لهذه الزيت النباتية وغاد نخلط المكونات من بعد غادي نشوف عيني ميزانية عادي ام بقى نضيف الزبدة تي كان حصل على واحدة سلو اللي هو معلك اه فاش كنزيد الزبدة يعني كي كيحتاج انك اه تخدميه لي يعني انكي تخلطهم زيان بهذا الشكل او كي ما كتتشاهدوا معي البنات يعني باقي ما ضفت السكر يعني اخر حاجة هو السكر يعني على حسب الحلاوة باقي ما ضفتها فهذه الاثناء قد تتعزلي اه مسوس وفي نفس الوقت تكتفي السكر في الاخير يعني اللي بنات ضفت سكر غلاسي تقريبا ثلتمائة قرام ديال سكر غلاسي من بعد غادي نبقى نضيف اه مكون اللي هو ديال العسل وبالنسبة للحلاوة فهي كتبقى اه مسألة اختيار يعني لحسب لحسب لكل شخص يعني غادي نضيف اه العسل ديال الضار بعد ما ضفت اه العسل ديال الضارة غادي نخلط المكونات زيان وغادي نضيف اه كدلك اه زبدة يعني شوية بشوية تاك نحصل على سلو يهو معلك وهكذا كنستمر اه يعني كنخلط المكونات مزيان تاكي تجنسوا مع بعضياتهم ومن بعد نرجع ان شاء الله اه هذا هو الشكل دياله بعد ما خلطنا المكونات مزيان كنحصل على واحد يسلو اللي هو معلك اه كما كتشاهدوا معيات اه فالاتنات قدرات اه توزعه يعني توضعه في السطولة ديالكم وتحتفض عليه في كونجلاتور يعني كتستعملوها كتحطو واحد الباقي كتحتفض عليه في كونجلاتور كيبقى هو جديد وهذا هو الشكل دياله وبنسبة للتزين اه كتبقى مسألة اختيارية وهذا هو اه الشكل النهائي دياله سلو او اسفو طريقة تقليدية فقط بمقادير مضبوطة اه سهل التحضير وبمضاق رائع كانت من ان شاء الله وصفتنا اليوم تنال اعجاب ديالكم ولا عجبتكم ما تنسوا تشاركوا في القناة وتفعيل الجرس وتفعيل جرس باش دائما يصلكم جديد قناة تأتيت جوهراء السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا تركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة